السلام عليكم سماعة الوالد يقول السائل هل النفاق مختص بالصفات الخمس المذكورة في الحديث أم أن كل من كان على حال أمام الناس وإذا خلى بنفسه كان على حال أخرى يكون منافقا لا العدد لا يدل على الحصر ولقاعدة عند الوصولين أن العدد لا يدل على الحصر هذه الأربع لا تحصر النفاق فيها فالنفاق صفات النفاق كثيرة لن تخلف عن صلاة الجماعة تخلف عن صلاة الجماعة نفاق كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخله عنها إلا منافق معلوم النفاق وهذا في الحديث أفقر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر المراد النفاق الأصغر أفقر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيه ما لا أتوهما ولو حبوة فصفات النفاق كثيرة وقد بيّن ابن القيم كثيرا منها في مدارج السالكين واختسرت في رسالة وطبعت صفات المنافقين نعم نسالة صغيرة ما أقول من كلام ابن القيم في مدارج السالكين صفات المنافقين كثيرة